هذا أمر من غير مقبول على الإطلاق لأن المهام المنوطة بها منظمة الصحة العالمية أن يكون هناك إصرار على توصيل المساعدات والمستلزمات الطبية والخدمات العلاجية للمصابين الفلسطينيين لضمان أن يكون هناك حفاظ على حياتهم ويكون هناك إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة للقضية الفلسطينية ولكنها طبعا هذه المنظمات الدولية تخطع إلى ضغوط من بعض الدول أو بعض المؤامرات الخارجية لمنع وصول المساعدات إلى القضية الفلسطينية أو المدنيين الفلسطينيين بهدف تحطيم الروح المعنوية أولا والقضاء على صحة الإنسان الفلسطيني وتهديد النسل الفلسطيني لأن القضاء الفلسطيني وقضاء الحقيقي هو الشباب الفلسطيني ونضال سواء كان في سجون الاعتقال أو في الشوارع والميادين والعمليات الميدانية أو من خلال أجنحة المقاومة الفلسطينية فشيء طبيعي جدا أن يلجأ العدوان الإسرائيلي أو يلجأ أعداء القضاء الفلسطينية وفي مقدمتها إسرائيل إلى الضغط والتأثير على منظمات الصحة منظمة الصحة العالمية أو أي منظمات إغاثة دولية لتقليص المساعدات وقطع الحياة عن الضفة وعن غزة بشكل أو بآخر وتحولها إلى أراضي محروقة